بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم وبيان في ثنايا القرآن من المواضيع المهمة التي عرض لها القرآن الكريم وناقشها موضوع ثبات الأخلاق عند تغير الظروف نعم ثبات الأخلاق صفة يمتدحها القرآن الكريم سواء تغيرت الظروف إلى الرخاء أو تغيرت الظروف إلى البلاء فإن هناك من بين هذه التغيرات من يفقد أخلاقه وتضيع أخلاقه ثبات الأخلاق هو الموضوع الذي يمتدحه القرآن الكريم حيال ذلك هناك من قد يتصنع الأخلاق في حالة الاستقرار الشخصي لنفسه ولكن إذا تغيرت به الظروف وإذا تغير به الحال تبين حاله الحقيقي فالقرآن يمتدح ثبات الأخلاق أمام كل تلك التغيرات هناك من الناس من يفقد أخلاقه عند الشدة إذا صعبت عليه الأمور وضاقت عليه الأمور من البلاء والفقر وعدم الأشياء التي تقوم عليها هذه الحياة ما وجدها بعضهم يفقد أخلاقه عند الغضب وعندما يشتم وقس على ذلك ولكن هناك من لا يفقد أخلاقه في الضيق والضنك لكنه يفقد أخلاقه عند الرخاء فإذا فتحت له هذه الدنيا ووجد من هذه الدنيا فإنه يطغى وتتغير أخلاقه وتسوء أخلاقه في التعامل مع الناس ثبات الأخلاق عند تغير الظروف يمثله القرآن الكريم في شخصية يوسف عليه السلام لتكون مثالا رائعا لمن يتلو القرآن الكريم وينظر في حال ذلك النبي عليه السلام فيوسف عليه السلام في السجن وصفه رفقاؤه فقالوا له إنا نراك من المحسنين ولكن لكي لا يظن البعض أن يوسف عليه السلام وصف بهذا في حالة الضيق وليس له عذر إلا أن يتخلق ويصبر في السجن لا بل وصف حتى بهذا الوصف في عزة مصر فقال له إخوته لما أتوا إليه قالوا له إنا نراك من المحسنين فوصف بالإحسان وهو في ضيق الظروف في السجن ووصف بالإحسان وهو في عزة مصر وملكها ولم تغير الظروف أخلاقه ولا أحواله هذا هو ثبات الأخلاق في الظروف الصعبة في الظروف التي تحتاج إلى صبر ينبغي أن تثبت الأخلاق ولا تتغير انظر إلى السجن الذي هو مكان التعب مكان الضيق مكان الوحشة مكان الفرقة عن الأهل عن الأشياء ومع ذلك ضف فيوسف عليه السلام كانت تهمة السجن له تهمة ملفقة وتهمة ظالمة ومع ذلك لم تغير هذه الظروف أخلاق يوسف عليه السلام الصبر والأخلاق عند تغير الظروف وثباتها أمر ممدوح في القرآن الكريم لو كان أمرا سهلا لما مدح الله سبحانه وتعالى به عباد الرحمن بل إنه وضع هذه الصفة وسام شرف على صدورهم أن أحوالهم وأخلاقهم لا تتغير إذا تغيرت ظروفهم فقال سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني هم حاليا في حالة البعض قد يفقد فيها الأخلاق يعني إذا لم يتعرض لك أحد بسب أو بلعن أو بشتم أنت حالك مستقر لكن إذا سب الشخص وتعرض له وعير ذلك الشخص وأشيع عن ذلك الشخص هنا يتبين حاله فعباد الرحمن كانوا أمام هذه الظروف الصعبة من الإساءة يقولون سلاما ولم تتغير أخلاقهم بل كانت ثابتة ثبات الأخلاق عند تغير الظروف وعند ضيق الحال يمثله الله سبحانه وتعالى كذلك في شخصية موسى عليه السلام يعني أنت أنظر إلى قصة موسى وسيرة موسى التي عرضت مثلا في صورة القصص موسى عليه السلام خرج من بلده خائف يترقب مطارد مهدور الدم كل يبحث عليه لأجل أن يقتل فقيرا لا يجد شيئا ولا يدري أين وجهته وليس له رفيق ولا من يؤنسه في تلك الحالة الصعبة التي كل هم منها لو أعطي لشخص لكفاه اجتمعت كلها على موسى عليه السلام ومع ذلك يجد امرأتين تذودان فيسألهما عن حالهما ويسألهما عن المشكلة التي عندهما ثم يسقي لهما ويقوم بتلك المهمة انظر إليه يتعسس أحوال الناس ينظر في هموم الآخرين وهو مثخا بالجرح وهو مثخا بالهموم ولديه من الظروف والأحوال ما يكفيه ولكن هذا لم يمنعه من أن تكون أخلاقه حسنة لأن البعض الآن إذا أتته مشكلة أو هم يردد دائما أن الذي فينا يكفينا فلا ينظر إلى أحوال الآخرين لا ثبات الأخلاق ثبات القيم مع تغير كل تلك الأحوال والشدة ينبقي أن يكون وساما وخلقا يتصف به الشخص فهذا هو ما مدح في القرآن الكريم هذه الصور والأمثلة التي سبقت لأناس ثبتت أخلاقهم أمام تغير الظروف في الأحوال السيئة في الأحوال الصعبة في الأحوال التي كان فيها ضيق وفقر وهم لكن هناك من لا يفقد أخلاقه في هذه الأحوال عندما يكون فقيرا أو مصابا تجده أخلاقه حسنة مع الناس لكن يفقدها إذا فتحت عليه الدنيا وإذا أعطي في هذه الحياة كثير من الناس إذا وجد فسد كثير من الناس من إذا وجد واستغنى فإنه يطغى على الآخرين وتسوء أخلاقه في التعامل معهم كم من أناس كانت أخلاقهم حسنة وطيبة وكانوا يعيشون في أوساط الناس ولكن حينما وجدوا واستغنوا وارتفع مقامهم وسلطانهم ساءت أخلاقهم في التعامل مع الناس ولا ربما انقطعوا عنهم ولم ينظروا في حال أحد ولا في ضرف أحد ساءت الأخلاق عندما وجدوا الرخاء هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه حتى الرعيل الأول الجيل الذي رباهم صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا إذا فتحت كما فتحت على الذين من قبلكم فتتنازعوها كما تنازعوها فتهلككم كما أهلكتهم يعني هناك أناس تسوء أحوالهم وقيمهم وأخلاقهم إذا فتحت عليهم هذه الحياة وتجد في القرآن الكريم مثالين يضربهما القرآن الكريم لمن عندما أعطوا ساءت أخلاقهم بينما كانوا يطلبون ويرجون حينما كانوا في حالة الحاجة وفي حالة الفقر وفي حالة الضيق فالمثال الأول لزوجين لم يكن لديهما ولد فكان يدعوان الله سبحانه وتعالى انظرهما في حالة ضيق وفي حالة حاجة قال لئن آتانا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركا انظر ساءت أخلاقهم حتى مع الله سبحانه وتعالى في حالة الضيق يدعوان ولما أعطاهما الله سبحانه وتعالى أشركا حتى بالله سبحانه وتعالى ويضرب كذلك مثالا آخر بقوم لم يكن لديهم المال ولم يكن لديهم الغنى ماذا قالوا؟ وهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويعاهدون الله عز وجل قالوا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به انظر خانوا العهد والوعد الذي بينهم وبين الله وساءت أخلاقهم في حال الرخاء فبخلوا ولم يصدقوا هذه هي صورة ومثال آخر لمن تتغير أخلاقهم وتتغير قيمهم إذا تغيرت الأحوال والظروف بهم الأخلاق وثبات الأخلاق واستقامة الأخلاق خلق يمتدحه القرآن الكريم ويثني عليه أمام كل التغيرات أمام كل الظروف إذا فتحت لك وأعطيت رخاء فلتكن أخلاقك ثابته وإذا ضاقت الأمور وتأزمت الأحوال كذلك فلتكن أخلاقك ثابته فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ترجمة نانسي قنقر